أول شي لا تنسوا الضغط على الزر لايك والاشتراك ليس لكم كل جديد وما لديه أي استفسار في رابط صفحة اسفل الفيديو معنا اليوم أحبيف الله شرح حصري عن تشغيل لعبة اسفل 9 ونقول أحبيف الله أول جيم بلاي عربي للعبة فحقيقة شيء متميز جدا وشرح حصري سنقدمه لكم أحبيف الله لحل مشكلة التحقق من الترخيص وحل مشكلة التطبيق ليس متبت وكثير من الأشياء وأيضا حل مشكلة الفيبين فقبل أحبيف الله ما نستعرض لكم الجيم بلاي الخاص باللعبة وجيم بلاي التأكيد عن اللعبة نقوم أولا بالدخول إلى تطبيق زار جفرلي فك الدهر نقوم أولا بالدخول إليه انظروا معي أحبيف الله وتابعوا معي الشرح نعم قليلا قليلا أحبيف الله تابعوا معي الشرح سنقوم بالذهب إلى دونلود ستجدون هذا الملف رابطة وأسفل الفيديو سنقوم ملف اللعبة نقوم بالضغط عليه نضغط على view على هذا الشكل لن نحتاج الوبب سنحتاج فقط هذا الملف وهو الاب بيك نعم سنحتاجه فقط تتابعوا معي الشرح أحبيف الله سنقوم بالثبت نقوم بالضغط على open على هذا الشكل ننتظر ونقوم بالضغط على install نعم أحبيف الله نعم نحن سنقوم بإزالة اللعبة لكي نريكم أحبيف الله من الأول إلى الأول فكما ستلاحظون معنا أحبيف الله سنقوم بالضغط على ملف فالابريكا نضغط على open ونضغط على install انظروا مع أحبيف الله سيثبت معنا بدون أي مشاكل سننتظر نعم فتوبت لدينا أحبيف الله بدون أي مشاكل سنضغط على down والآن سنقوم أين أي اللعبة نعم فالآن أحبيف الله سنقوم بالدخول إلى اللعبة على هذا الشكل انظروا معي المشكل نظرتم المشكل أحبيف الله هو كأنه التحقق من التنخيص عندما نضغط هنا سيودينا إلى google play و google play يقول لنا لا تتوافق اللعبة مع بلدك ماذا سنفعل الآن أحبيف الله نعم لن نفعل أي شيء سيبقى التطبيق كما هو ما سنفعل الآن أحبيف الله هو أول شيء نقوم ب نعم ما سنفعل الآن أحبيف الله سنقوم بتحميل ستجدون جميع الروابط أسفل الفيديو و جميع هذه البرامج المستعملة في الشرح سنقوم الآن بالدخول إلى تطبيق تابعوا مع الشرح أحبيف الله سنجد اللعبة فكما تلاحظون هذه فليس لها آيقونة لأنها لا تظهر سنقوم بالضغط عليها ضغطة مطولة فكما تلاحظون هي إسفل جسعة نقوم بالضغط عليها ضغطة مطولة والآن ماذا سنفعل سنقوم أنا ليس لدي روت وهذا التطبيق لا يشتغل بدون روت سندغط على إنشاء ملف أبك معدل سنقوم بالضغط ملف أبك بدون تحقق من الترخيص سابعوا مع الشرح سنقوم بالضغط عليه على هذا الشكل وسنقوم بالضغط على إعادة البناء والآن سننتظر حتى يتم المجلد لدينا فكما تلاحظون نعم فكما تلاحظون معنا أحبيف الله ها قد نعم تم إزالة التحقق من الترخيص الآن سنقوم بالضغط على الانتقال إلى الملف انظروا معي الشرح أحبيف الله فكما تلاحظون الآن ماذا سنفعل سنقوم بالخروج نهائيا من هذا الشكل نقوم الآن بإزالة هذا الأبك انظروا معي الشرح سنقوم بالضغط على إنستال على هذا الشكل وتمت إزالته والآن سنبحث عن ذاك الملف الذي ذاك الأبك الذي ليس موجود فيه التحقق من الترخيص سنقوم بالدخول إلى الزارجيفر إلى أندرويد إلى الداتا اللي نبحث عليه هنا فكما ستلاحظون ستجدون وجه أصفر هنا هذا يعني أنه ملفات لكيباتر سنقوم بالدخول إليه نضغط على فايل على ليكيباتر على هذا الشكل ستجدون كلمة موضيفة فكما تلاحظون نقوم بالدخول إليها ستجدون كلمة A9 أي اسفل 9 سنقوم بالدخول إليها ستجدون الآن أحبيف الله هذا الملف انظروا معي سنقوم بالضغط عليه نضغط على open نضغط على انستال ستنبتق لنا مشكلة فهيا على ما أعتقد انظروا مع أحبيف الله هذه هي المشكلة التي انبتقت لدينا app not install أحبيف لا أي التطبيق ليس متبت وهذا المشكل يعاني منها الكثير سنحلو الآن أمامكم في هذا المقضع نقوم بالضغط على down على هذا الشكل ننسخ هذا الملف إلى الداكلة الداخلية لكي نتذكر مكانه فكما ستلاحظون ننسخه هنا على هذا الشكل فكما تلاحظون معنا أحبيف لا ها هو قمت بنسخه انظروا مع أحبيف لا قمت بنسخه والآن ماذا سنفعل ستقومون بتحميل هذا التطبيق app by editor أحبيف لا ستجدون رابطة أسفل الفيديو تقومون بتحميله من play store نقوم بالضغط عليه على هذا الشكل انظروا مع الشرح أحبيف لا سنقوم بالضغط هنا على select app file فعفوا والآن سنبحث عن ملف اللعبة الذي قمنا بنسخه في الداكرة الداخلية انظروا مع أحبيف لا هذا هو نعم سنضغط عليه الآن فكان لدينا فيه هذا هذا الابيك لدينا فيه مشكل أنه يقول لك التطبيق ليس متبت سنقوم بالضغط على comment edit على هذا الشكل أحبيف لا سنقوم الآن بعمل هذا الخيار لكم انظروا مع أحبيف لا وسنقوم بتحديد هذا الخيار نعم internal online أحبيف لا فهذا الخيار سنقوم بتحديده سنضغط الآن لا تقومون بتغيير أي شيء فقط هذا الخيار تقومون بالضغط على هذا الخيار ونضغط على save والآن سننتظر حتى تنتهي معالجة ملف اللعبة فكما تلاحظون معنا أحبيف لا انتظرنا طويلا ستنتظرون بعد الوقت أحبيف لا سنقول دقيقتين أو أقل سينبتق لكم هنا على أنه تم نجاح تعديل هذا الملف ماذا سنفعل الآن نعم انظروا معي لن نضغط على install سنقوم بالضغط هنا على هذا الشكل نعم اللعبة ليست متبت هذا الشيء جميل جدا فكما تلاحظون سنضغط على install عفوا كنت أعتقد أن اللعبة متبتة فالآن ستنحل لدينا مشكلة التطبيق ليس متبت نضغط على install وعلى install على هذا الشكل انظروا معي أحبيف الله الآن سننتظر الآن تم تحل مشكلة فكما تلاحظون التطبيق ليس متبت لدينا apica بدون تحقق من الترخيص وأيضا apica بدون التطبيق ليس متبت يعني أن وكأن ما قمنا بتنزيل اللعبة من على على play store انظروا معي أحبيف الله الآن تم تثبيت ال apica ماذا سنفعل الآن أحبيف الله تابعوا مع الشرح سنقوم الآن بتركيب ملف ال obb سنقوم بالدخول إلى تطبيق زار جبر نحن تبتنا فقط ال apica نقوم بالذهب إلى download إلى هذا الملف إلى view على هذا الشكل والآن سنقوم بنسخ هذا الملف لل obb فكما تلاحظون سنضغط على copy نقوم بالضغط على copy على هذا الشكل على الداكرة الداخلية إلى ال android وإلى ال obb ونقوم بلسقه هنا نعم سننتظر حتى يتم لسقه فكما تلاحظون معنا أحبيف الله انتهى النسخ والآن ماذا سنفعل عندما سندخل إلى اللعبة انظروا معي ستنبتق لنا مشكلة أخرى ولدينا أيضا حلها وهي مشكلة ال vpn انظروا معي عندما سندخل الآن إلى اللعبة لن تنبتق لنا مشكلة تحقق من الترخيص انبتق لنا شعار اللعبة game loft انظروا مع أحبيف الله سننتظر وستنبتق لنا رسالة على أنها لا تتوافق مع بلدكم ولدينا الحل أحبيف الله لدينا الحل فقط تابعوا المقطع فكما ستلاحظون ستنبتق لنا رسالة هنا على أن انظروا معي على أن اللعبة لا تتوافق مع بلديك ماذا سنفعل سنقوم بالخروج منها الآن الآن ماذا سنفعل أحبيف الله سنقوم بالدخل إلى هذا التطبيق express vpn نعم فأول مرة تدخل إلى التطبيق ستجد هناك start free تقوم بالضغط عليها وتقوم بإدخال إيميلات عشوائية حتى تنجح معك فكما ستلاحظون معنا أحبيف الله سنقوم الآن بنوريكم الطريقة كيف سنقوم بالضغط على أد وهناك من يعرف vpn خاص بالفليبين يكون حقيقي نعم لا تستخدمون تطبيق هو الله فلن يشتغل لعمائكم ذاك ال vpn لأنه ليس حقيقي فكما ستلاحظون نعم عندما ستدخلون إلى التطبيق سلن تضغطوا على هذا الخيار يضغطوا على هذا الخيار فكما تلاحظون start free على هذا الشكل وقوموا بإدخال أي اسم مثلا اسمكم مثلا مراد على هذا الشكل ستضغطون على start يقول لكم نعم سيقولون لكم هذا الخطأ تقومون بإدخال اسم آخر نعم على هذا الشكل start مرة أخرى حاولوا معه حتى يدخل معكم التطبيق فكما تلاحظون حاولوا معها حبيف الله قموا بكتابة اسماء مثلا حمزة على هذا الشكل حمزة 1 2 3 حتى يدخل معكم حبيف الله فكما تلاحظون أنا قمت بتسجيل من قبل حبيف الله فكما تلاحظون معنا قمت بتسجيل بشكل مدفوع فكما تلاحظون معنا حبيف الله سنقوم الآن بكتابة الاسم الخاص بنا نعم وسنقوم بالضغط على تسجيل على هذا الشكل فأنا قمت بتقلت لكم لأن كان لدي حساب فقط كنت استعملته لذا قمت بتسجيل بشكل مدفوع فكما تلاحظون معنا حبيف الله عندما أو تعرفون إذا كنتم تعرفون أي تطبيق آخر يتيح لك فيبين خاص بدولة الفلبين يكون حقيقي إن لم يكن حقيقة فلن تشغل معكم اللعبة وسستأكدون ذلك سنقوم بالضغط على اختيار الدول هذا المميز هذا التطبيق أنه يعطيك لدولة ما فيبين حقيقي سنقوم باختيار فلبين نعم سنضغط عليه على هذا الشكل ننتظر حتى يتم التسجيل تابعوا معي الشرع نعم سننتظر حتى يتم التسجيل أحبيف الله انظروا تم الاتصال بنجاح والآن سندخل إلى اللعبة وستشغل معنا أمامكم أحبيف الله بدون أي مشاكل سننتظر نعم ستشغل معنا اللعبة بدون أي مشاكل أحبيف الله المشكل لن تبقى دائما فقط عندما تنزل أي لعبة شركة غيملوف تكون لها المشكل أنها تطلقها لبلد واحد وهو الفلبين أو كندا وهذه اللعبة اطلقتها فقط للفلبين فبعد أسابيع أو بعد أيام حبيف الله سيتم إطلاقها لجميع العرب وبدون VPN مثل لعبة ديد ريفلس ولعبة غونغ ستار نيو ايريانس إذا تتذكرون كانت على هذا الشكل أيضا أول مرة يمكنك تشغيلها بالVPN وكانت ثاني مرة أحبيف الله تنزل لجميع العرب انظروا مع أحبيف الله الآن إن باتق دخلت معنا اللعبة وهذا هو هاتفي ليس هناك كيد فكما تلاحظون هذه رسالة على صفحتي على الفيسبوك الآن أحبيف الله سنقوم بتحديد عمرنا على هذا الشكل 21 الجنس فذكر على هذا الشكل انظروا مع أحبيف الله هاتفي فالرسائل جأتيني من الفيسبوك يمكنك التسجيل عبر جوجل أو فيسبوك سنقوم بالضغط على بلاي نعم لن نتسجل بعد حتى نستعرض لكم جيم بلاي خرافي جدا عن اللعبة انظروا مع أحبيف الله اللعبة شغالة وهذا هو هاتفي ليس فقط هناك كذب أو أضحك عليكم انظروا هذا ما زال هاتفي أحبيف الله فكما تلاحظون ها هو الفيبين قمنا بتشغيلها قم بعمل ريكورد أحبيف الله للعبة فكما تلاحظون هذا هو هاتفي فسالآن ستن mediocre هذا الترايلر الخاص باللعبة نظروا معي سيارة فيراري فشيء متميز فالآن سقدح كل ما имеب asshole لدينا أحبيف الله انظروا معي toxic gameplay تعليمي فقط انظروا معي فماذا الآن يقول لنا نحن نعرف كيف نلعب فقط هما في كل نعم يقول لك يجب عليك الضغط على الفرامل على هذا الشكل انظروا معي والله شيء جميل جدا انظروا معي في الله فنعم يقول لك تشغيل الناترو الخاص بك كما تلاحظون نعم يقول لك هناك اماكن عديدة يمكنك اختيار اماكن تريد الذهاب على هذا الشكل نعم فشيء متميز حقيقة هنا يقول لك ان تذهب لتقوم بالزحلة قحفة على هذا الشكل حبيب الله نعم سنضغط هنا على هذا الشكل نعم انظروا معي حبيب الله والله اللعبة متميزة جدا وها فنش قمنا بعمل انهاء لهذه المرحلة نقوم بالضغط على نكس وما زال هذا هو هاتفي فكما تلاحظون لم احذر لكم جيم بلاي او اي شيء فقط هاتفي اكل شيء بشكل رسمي فاعطونا باكيجات نقوم بالضغط على انلوكد على هذا الشكل على سكيب اعطونا لهذه السيارة على ما اعتقي فانظروا معي حبيب الله والله شيء متميز يمكننا عمل مستويات اخرى اذا تريدون ان ننزل لكم جيم بلاي عن اللعبة فكما تلاحظون معنا احبيب الله كان ادو شرحنا الحسر وكان ادو مقطعنا اليوم واذا اعجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على الزر لايك والاشتراك ومن لديه اي استفساد فرابط صفحتي اسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة المترجم للقناة